ورداً على فتوى الصميدعي طالب ناشطون وقانونيون بإقالة مفتي الجمهورية العراقية لافتين لأن الفتوى التي أصدرها بحق المسيحيين تهدد النسيج المجتمع العراقي وتحرض على الطائفية وقال خبراء قانونيون أن ما ورد على لسان الصميدعي يقع ضمن جرائم التحريض الديني والعرقي والطائفي الذي حضره الدستور العراقي من أجل الحفاظ على كيان المجتمع لافتين لأن المدى 200 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المعدل نصت على عقوبة الحفث لمدة لا تزيد على سبعة أعوام على كل من يروج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق